سباح الخير قبل ما اكلمكم على الموضوع اللي عايز اكلمكم فيه عندي اعلانين صغيرين الاعلان الاولاني عن سلسلة من الحلقات هعملها عن فن الاتيكايت انا مش خبيرة اتيكايت ولكن انا اخدت كورسز اول ما طلعت من الجامعة وبعدها بكذا سنة لما اشتغلت في الاستشارات والمجال ده كان عجبني اوي 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 وقريت فيه كتير وثقفت نفسي كتير اوي اوي وحاولت اطبق حاجات كتير اوي من اللي اتعلمتها فاحنا فعليا هنتعلم مع بعض انا مش هعلمكم احنا هنتعلم مع بعض وحكلمكم عن الموضوع ده في حلقة منفاصلة فيديو منفاصل مخصوص عشان اقول لكم ايه الخطة العامة لحلقات الايتيكايت دي الاعلان التاني كنت مأجلة ان انا اتكلم عنه ولا اقول عنه لأي حد غير مجموعة صغيرة قوي 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 من الناس الا لما اوصل لستين في المية من الهدف اللي انا كنت عايزة حققه وهو ان انا بكتب كتاب الكتاب تفاصيل عنه موضوعه الكلام ده كله لسه شوي عليه هو عشر فصول وانا خلصت منهم ستة وابتديت في السابع فقلت انا كنت حطى لنفسي هدف ان اول ما خلص ستين في المية من الكتابة حعلن عن الكتاب عشان ابقى مسؤولة قدامكم ان شاء الله ان شاء الله خطتي ان هو ينزل السوق في جون يونيو شهر ستة ادعو لي ربنا كريم وفعلا يعني تمشي الامور زي ما انا مخططة ان شاء الله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى عن النهاردة الصبح بقى يعني افتكرت رسالة كانت سيدة صديقة من صديقات القناة بعتت هالي من فترة وجاوبتها وتكلمنا محتارة تعمل ايه في الجزء اللي دايما بيلعب بديله دايما بيكلم ستات سواء في الحياة الحقيقية او في العالم الافترادي على الانترنت والكلام ده وان هي بقى تفننت في ان هي تعمل عليه بقى كماشا من كل الجهد وده فكرني بالكائن الهليكوبتر او البني ادم الهليكوبتر يعني ايه هليكوبتر الهليكوبتر باللغة العربية اللي هي الحوامة الطائرة الهليكوبتر والطائرة الهليكوبتر فيها خاصية يمكن مش موجودة في الطائرات التانية ان هي تقدر تحوم تفضل وقفة في مكانها حوالين نقطة معينة في نقطة تحت كده وهي فوقها لان البروبيلرز بتاعها المروحية المروحة بتاعتها وحركتها هي اللي بتديها الامكانية دي فالكائن الهليكوبتر او الانسان الهليكوبتر هو اي بني ادم ممكن يكون اب ام زوج زوجة مدير مديرة حما بيحوم حوالين شخص ما بيحاول انه يرائب تصرفاته ويكنترول يسيطر على افعاله وقراراته ودي ممكن يكون اب او ام حوالين اولادهم ما بيدهمش مساحة انه هم ياخدوا قرارات ويغلطوا وطبعا الستات مع الرجالة ترائب تليفونه ترائب مش عارف ايه فيه كمان بيدور على الايميل آآ آآ تجسس عليه ما تسمحلوش انه يكلم حد ما تسمحلوش انه يقابل اصحاب إلا انه اللي هيا بمزاجها موافقة عليهم آآ نفس الوضع للرجالة فيه رجالة بتحاول تتحكم فيه آآ آآ blo dejاتهم آآ تتكلم ازاي تعمل ايه، تبص فين ما تاخدش قرار خالص الكلام ده كله فللأسف نوعية من الناس موجودين في حياتنا ممكن كمان نكون احنا منهم انا دايما لما بتكلم على على حاجة معينة ممكن تكون موجودة في البشر لازم افكر هل الحاجة دي موجودة فيها ولا لا هل انا بعملها ولا لا وبحاول ان انا اكون صادقة مع نفسي طيب نعمل ايه اصل انا متجوزة واحد فلاتي اصل انا متجوزة واحد بتاع ستات اصل انا متجوزة واحد بيبس بس لدي وبيكلم دي اصل انا متجوزة واحد مسرف اصل انا متجوزة واحد وتفر بكرر هالكم مرة ومرة ومرة مفيش حد بيتغير الا اذا كان عايز من جواه يتغير هذا الزوج الغير مخلص لزوجته اللي بيتفرج على أفلام وحشة اللي بيكلم الستات اللي بيحاول يعمل علاقة مع زملته اللي بيحاول بيبص الجارته من تحت لتحت اللي بيتكلم مع ستات على الإنترنت وبيشات والكلام ده كله هذا الرجل الغير صالح هذا الزوج الغير صالح مش حييجي صلاحه من ان احنا نحطه تحت المرقبة كل اللي بيحصل ان احنا بنعرف خرم كده دخل منه فنسده هيروح يدور على خرم تاني وخرم تاني وخرم تاني ونفضل بقى يعني ايه سواء الراجل او الست اللي بيتعاملوا مع النوعية دي من الازواج والزوجات يفضلوا بقى يلفوا حوالين نفسهم يا ترى كلم مين يا ترى عمل مين يا ترى بيعمل ايه انا بصراحة ما عنديش حل ممكن الست تحاول يمين شمال تشتكي لحد من قريبه تغضب تعكن عليه تقرفه كل شيء وارد بس النقطة اللي انا بأكد عليها ان هذا الشخص اللي تحول لهليكوبتر بيحرق في نفسه قبل ما بيتعامل مع الشخص اللي هو يستدعي هذه الكماشة اللي بنحطها عليه بالنسبة لأولادنا اصلا ما بيعرفش ياخد قرار اصلا ابني ضعيف الشخصية اصلا ومعندوش ثقة في نفسه اصلا كذا اصلا كذا وهو احنا لو فضلنا نحوم حواليه حيتعلم ازاي ياخد قرار لا طبعا دايما فيه بيقولك يعني هذا الشيء استخدمه وإلا حيضمر زي العضلات اذا ما استخدمناش عضلاتنا حتضمر اذا ما استخدمناش مخنا حيضمر هو كمان ونتحول لكائنات غبية اذا ما استخدمناش اي حاجة موجودة عندنا حتى اللبس حتى الاجهزة حتى اي حاجة مجرد ركنتها حد بوزها فبالتالي لما ما بديش فرصة لولادنا ان هم ياخدوا قرارات عمرهم ما يتعلموا ازاي ياخدوا قرارات حتى ولو غلطوا اه ما نسبهمش انهم يوقعوا نفسهم في مصيبة بس لازم نديهم شوية قرارات سوى يارى يقدروا ياخدوا ويه هيقدر يتعلم حتى من اخطاقه نيجي بقى لزوج اللعنة بصراحة يعني اي سيدة ابتليت بمثل هذا الزوج ربنا يكون فعونها لكن ما تفتكريش انك لو تحولت لهذه الزوجة الهليكوبتر اللي قاعد عمالة رائب جزع يمين وشمال وهنا 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 انك هتمنعيه من الغلط اذا ما كانش الصلاح جاي من جواه مش هينصالح حاله طب نعمل ايه نسيب الموضوع لا بس نحدد اولوياتنا يعني انا مثلا هذا الزوج الفلاتي بيحتاج لفلوس فلوس عشان يصرف على الانترنت عشان يكلم دي عشان يكلم دي او عشان يعزم دي على حاجة او عشان يجيب لدي هدية فماديا مش هقول بقى الكلام البلدي بتاعنا عصقاص يريشو والكلام المقرف دوا شوفي انت احتياجاتك واحتياجات بيتك كاملة ايه وخديها وما تتنذيش عنها ما تقدميش تضحيات مادية عشانه لان اي تضحية مادية انت هتعمليها هو هيخدها ويوجهها للحاجة اللي بتأذيكي وبتضرك فشوفي انت ايه احتياجاتك في حدود امكانياته انت بيتك واولادك اولى باي قرش هيصرفه في القرف اللي هو بيعمله ده الحاجة التانية جمان اشركي في تربيت الولاد لو عندكم اولاد اشركي طلبي بدوره كزوج وكأب من غير الزن بقى فاكرين عايزة ورزي يا ابراهيم لا لو انت اللي كل مرة بتودي الولاد للنادي للتدريب بتاعهم للدروس للكلام دوا قافي معايا كده قوليله الولد عنده درس الساعة كذا لازم توديه لازم تاخده البنت عندها كذا وديها لازم يقوم بدوره كأب لما تبقوا قاعدين سوا ما يستي متعكننيش عليه وما تجيبلوش بقى فرصة اللي هي تل الرجال اللي بتتلكك على على غلطة على هفوة على كلمة على مش عارب ايه عشان يعمل خناقة ويسيب البيت ويطلع يتكلم براحته يقعد في العربية يكلم بناته وستات براحته يروح كافي يبص للستات او يتقمس ويروح في قضة تاني عشان ياخد اللاب توب بتاعه ويقعد يتفرج على حاجات وحشة كل الكلام ده مته فرصة للكلام ده لان في النهاية زي ما بقولك ازا مجاش الوازع من جواه ازا مجاش الصلاح من جواه مش هينصلح حاله افتكرت حوار مع راجل عظيم قوي 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 بحبه الله يرحمه ويحسن اليه بيحكي لي بيقول يا بنتي انا كنت بموت في حاجة اسمها سوهير زكي لما كان لها اي فيلم لما كانت بتيجي في اي فيلم كنت احبه تفرج على سوهير زكي اللي ما يعرفوش سوهير زكي دي رقاصة مصرية بتطلع في الافلام واكيد طبعا كانت بتشتغل في كابريهات فهو كان مدير في هيئة كبيرة ولو وضعه وكان راجل شيك وحلو والناس بقى بتوع زمان بقى اللي لابس البدلة والمنظر وكان رائع يعني فبيقول لي مجموعة من الاصحاب اتعرفوا على واحد بيملك اللي هي بتشتغل فيه فعزمهم وكان خلاص بقى تخيلوا بقى بيقول لي تخيلي يا حبيبتي ان انا كان دايما يعني يقول لي يا بنتي يا حبيبتي خلاص بقى هشوف سوهير زكي بلحمها ودمها وشعبها وقدامي وبيقول لي جات الساعة 8 خلاص هلبس هروح وبعدين ابتدى يتراجع بيقول لي كنت مستاني اصلي العشة واروح فقعدت فكرت قلت يا بقى انا مستاني اصلي العشة عشان اشيل هذا الحمل من على كتافي ان الصلاة خلاص صلتها وخلصت منها عشان اروح اتفرج على رقاصة تم ومراتي ست البنت الاصول الهانم الليدي دي عشان اروح فين عشان اروح مكان بيشربوا فيه خمرة وهيهرجوا وهيقولوا مش عارف ايه والكلام دو حتى لو انا يعني ما هو ما كانش بيشرب خمرة بيقول لي حتى لو انا مش هشرب خمرة مجرد قعدتي في وسطيهم والكلام دو طب ما يمكن المرة الجاية يعني احلى بقى الموضوع واروح داني واروح داني وعلى كذا فبعد ما لبس وتشيك وهو كان بيحب البرفانات جدا 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 فانا متخيلة اني طبعا الكلام ده حصل في وقت وبيحكي لي عليه وهو عجوز فحصل في وقت وهو شباب وشكله و هيئته و لبسه وبرفانه فبيقول لي دخلت قلعت فامراتي بتقول لي ايه دا انت مش هتروح تقابل اصحابك قال لا لا نعود معك انا احسن دا بني ادم جات له الفرصة لغاية عنده وكان طواق واعترف لي وقال لي انا بحب سوير زكي بحب اتفرج على سوير زكي وجات له الفرصة لغاية عنده وكان يقدر استطاعة مادية واستطاعة صحية ووضعه وبرستيجو الكلام ده كله عادي لو راح المكان ده لكن الوازع اللي جه من جواه من ضميره قال لا ومنع نفسه فيعني انا بكلم بقى البنات او الشابات اللي هم ما تجوزوش اذا كنتي هتتجوزي واحد على امل انه يتغير مش هيتغير واذا كنت متجوز واحدة او هتتجوز واحدة على امل انه ما تتغيرش لا هتتغير شوفوا بالعكس بالنسبة للرجالة والستات يعني ايه اللي انا بقوله عادة البنات والستات بتعجب بواحد كل حاجة كويسة فيه معادة حاجة معينة وبتبقى كالكوعة كده مصيبة بلوة وتقولك ايه ده انا هغيره انا حصلحهم انا حبي حيغير كل ده الكلام ده كله وبتدخل هذه العلاقة وبتدخل وبتتجوزو ومحدش بيتغير الا اذا كان عايز يتغير الراجل بقى او الشاب بيدور على البنوتة ان عنوشة الفرفوشة اللي كذا اللي كذا اللي كذا الحلوة السنباتيك وفاكر انها بعد الجواز مش هتتغير هتفضل ان عنوشة الفرفوشة السنباتيك ومش هتتغير لا حبيبي هتتغير الراجل اللي فيه عادة وحشة او مش الراجل اي بني عادة اللي فيه خصلة وحشة او اللي فيه طبع وحشة او اللي فيه حاجة وحشة ما نقدرش نتعايش معاها ما نقبلش التعايش مع هذا الشخص على امل ان احنا قادرين على ان احنا نغيره 99% 99% الاشخاص ما بيتغيروش ما يحصل ايه بقى بيحصل حب علي وحب عليك او طريقة معينة بروتوكول في التعامل ان نحاول نمشي الموضوع دوة واحدة واحدة تنازلات من جهتي مرة من جهته مرة ده اوكي لكن ان نبقى داخلين في علاقة فاكرين ان احنا هنغير هذا الشخص او هذا البني ادم واحد بخيل واحد عصبي واحد كذا واحد كذا واحد كذا الناس ما بتتغيرش في السعيد الاخر ان احنا ناخد واحدة على وضع معين ونفتكر واحدة او واحدة ونفتكر انه مش هيتغير لا الظروف بتغير الناس اللي واخد واحدة حلوة وسنباتيك ورفيعة ممكن بعد الجواز تدخل ممكن بعد الجواز هرموناتها تتلخبط دي كانت فرفوشة وبتضحك وكذا 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 يمكن اعباء البيت اعباء الولاد غيرتها فاذا كنت انت بقى او انت او انا هذا الكائن الهليكوبتر اللي بنحاول نحوم حوالين الناس اللي احنا بنحبهم او مهتمين بيهم ونحاول ان احنا ناخد لهم قراراتهم ونحاول ان احنا نرأيب تصرفاتهم يمكن ده يصلح لفترة لكن على المدى الطويل احنا اللي بنتحرق واحنا اللي بنتعب وبردو الشخص اللي قدامنا لو عايز يعمل الغلط هيلاقي الف طريقة يعمل الغلط لو سدنا له الطريقة دي حيلاقي الطريقة التانية والتالتة والربعة لغاية الطريقة الالف ففين حرق حياتنا في ان احنا نلف كده حوالين نفسها الخلاصة هنا هو ان كل واحد يحدد اولوياته انا اولوياتي ايه من الجوازة دي انا اولوياتي ايه من العلاقة دي انا حقوقي ايه وما تنزلش عنها سواء حوية المادية او المعنوية مش هنقدر نمنع الخناء انا بنصح ان احنا ما نتخناش نتكلم نتكلم ونتعلم ان احنا لما نتكلم نوطي صوتنا عشان الموضوع ما يطلعش الاخناء حتى لو الشخص اللي قدامنا عالى صوته وبالعكس ده ممكن يعالي صوته ويخبط ويرزع ويعمل عشان يقلبها اخناء ما تدوش للشخص الاخر الفرصة انه يقلبها اخناء يعني دي اللي كانت الفكرة اللي جات لي النهاردة الصبح انا حقفل معاكم في عندي فيديو تاني هصوره و عندي شغل بقى هروح اعمله ميتنج لازه واعمله ونغاردة هننزل نتسوق شوية حاجات للبيت في محل جنبينا بيعمل حاجات فيجان نباتية انا بحب اجيب الحاجات اللي هي مفهاش لكتوز اللبن عشان عندنا مشاكل مع اللكتوز مع اللبن من وانا صغيرة ففي بقى ايه جبنة بس مفهاش لبن في ايس كريم بفوش لبن في زبادي مفوش لبن ولون الزبادي بيعمليش مشكلة لان تقريبا التخمير الزبادي بيكسر المواد اللي بتعملي حساسية فدي حاجة من الحاجات اللي احنا بنشتريها كل فترة وباملى بيها التلاج عشان اقدر لان لما بنسى نفسي وابتدي بقى ايه احط من لبن بتاع الولاد احط من اللبن بتاع جوزي ابتدي اتعب يوم ورا يوم يوم ورا يوم بوصل لمرحلة ان انا ببقى اتعبانة جدا جدا وعندي ردود افعال اي اكل ضعيف لان انا اهملت بحاجة معينة فالناس اللي زي اللي عندهم مشاكل من اكلات معينة او من حاجات معينة الله يكون فعنكم حس بيكم لان انا نفسي باعيني اوي 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 من المواضيع دية بس ما تزعلوش على نفسكم ما تكتئبوش تعايشوا تعايشوا مع الموضوع وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا بدائل كتير اوي وحاجات كتير اوي جميلة اوي استمتاعوا باللي تقدروا تستمتاعوا عليه وما تحزنوش على اللي انتو ما انتوش قادرين تحصلوا عليه صباح الفل اشوفكم بعد شوي ازايكم انا دلوقتي بس تعد عشان حننزل نجيب حاجات طلبات للبيت انا حولت الطعم اللي انا لبساه من فورمال لكاجول خليت الترحة خليت البازي ده الاشارب اللي انا هلبسه مش الاشارب الكوفية بس هو كبير مسلس غيرت البنطلون ببنطلون جينز غيرت الشوز بكوتشي حواري هولكم واخدت معايا شنطة خفيفة عشان احط فيها حاجاتي وحنزل دلوقتي هاخد العربانة ونروح نتسوق عشان التلجة فاضية اشوفكم بعد شوي حسنا لما بيقولوا راحة القدم راحة الجزم تبدأ من راحة القدمين اول حاجة بقلع الجزم الكعب والبس كوش لازم ألبس كوش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة